موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمات الفوريكس المحترف دروس تعليمية عن سوق الفوريكس الحلقة الثالثة والستون من برنامج تعليم الفوريكس نموذج القمة الثنائية والقاع الثنائي مع الشموع اليابانية العنوين 1- المقدمة 2- نموذج القمة الثنائية والقاع الثنائي مع الشموع اليابانية 3- نقطة الدخول إلى السوق 4- الرموز القابلة للتداول 5- الأطر الزمنية 6- مناطق الشراء والبيع المقدمة 5- أهلاً وسهلاً بكم إلى الحلقة الثالثة والستين من برنامج تعليم الفوريكس 6- حيث سوف نتناول خلالها موضوع نموذج القمة الثنائية 6- وكذلك نموذج القاع الثنائي مع الشموع اليابانية 7- في إطار تكوين الشموع عند القمة الثنائية أو القاع الثنائي 7- كما سوف نقدم لكم التفاصيل المذكورة أعلى لتبيين الموضوع إلى جانب بعض المعلومات المفيدة الأخرى على صلة بموضوع حلقتنا قايد المناقشة مثل أسعار حد جني الأرباح وكذلك أسعار حد إيقاف الخسائر 7- نموذج القمة الثنائية والقاع الثنائي مع الشموع اليابانية 8- يمكن القول بأن نموذج القمة الثنائية وكذلك نموذج القاع الثنائي عبارة عن نماذج قوية وموثوق بها 9- كما يمكن دمج النموذجين مع العديد من الاستراتيجيات أو النماذج الأخرى بغية جعلهما أكثر اعتمادا وفاعلية 10- إذا استطاع المتداول من اكتشاف حالات الإخفاق المحتملة التي قد يتعرض لها هذان النموذجان فسوف يتسنى له أن يجني أرباحا هائلة من جراء القيام بإبرام الصفقات عبر الاستعانة بهما 10- يتسنى للمتداول أن يستعين بمؤشر القوة النسبية من أجل اكتشاف مؤشر التباعد 11- كما يتسنى له أن يستخدم أيضا الشموع اليابانية فضلا عن نموذج القمة الثنائية ونموذج القاع الثنائي 12- وذلك في إطار محاولاته الرامية إلى تحديد مناطق ارتداد الأسعار 13- يتسنى للمتداول أن يستعين بشموع يابانية معتمدة وهي هابطة مثل شمعة النيزك أو الشهاب 14- شمعة السحابة القاتمة أو شمعة البلاعة الهابطة 15- كما يمكن له أن يستخدم شموع يابانية معتمدة وهي صاعدة مثل شمعة البلاعة الصاعدة 16- شمعة المطرقة أو الشمعة الباردة إلى جانب نموذج القمة الثنائية ونموذج القاع الثنائي 16- وذلك بغية الحصول على الإشارات السليمة والمعتمدة 17- تحديد سعر الدخول إلى السوق يمكن أن يتم عبر الاستعانة بحد الأسعار الأدنى وكذلك حد الأسعار الأعلى للشموع اليابانية عند وضع أوامر التدول المتعلقة بالبيع والشراء على التولي 17- الرموز القابلة للتدول 18- ينبغي القول بأن الرموز القابلة للتدول والتي يمكن أن تشملها هذه الاستراتيجية عبارة عن كافة الرموز 18- لا سياما زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي وكذلك الجونية الاسترليني مقابل الدولار فضلا عن الذهب والفضاء والبترول 19- الأطر الزمنية 20- يتسنى للمتداول أن يستعين بهذه الاستراتيجية مغية القيام بالعمل على كافة الأطر الزمنية 21- إلا أن أفضل الإشارات والنتائج سوف تكون من نصيب فترة أربع ساعات وكذلك الفترات الأطول 21- مناطق الشراء والبيع 21- نود أن نشرح لكم هنا كفية اكتشاف مناطق الشراء والبيع ضمن هذه الاستراتيجية 21- مناطق الشراء 22- عندما يتكون نموذج القاع الثنائي وتظهر شمعة هابطة معتمدة على القاع الثاني حيث يحوم مؤشر RSI حول مستوى الثلاثين فإنه سوف تأتي إشارة تداول تشجع على الشراء 22- مناطق البيع 23- عندما يتكون نموذج القمة الثنائية وتظهر شمعة صاعدة معتمدة على القمة الثانية حيث يحوم مؤشر RSI حول مستوى الثلاثين فإنه سوف تأتي إشارة تداول تشجع على البيع 23- منصة MetaTrader 24- نريد أن نلقي نظرة في هذا الإطار على منصة MetaTrader لكي نضرب لكم أمثالا حتى يتضح الأمر فيما يتعلق بفعلية نموذج القمة الثنائية 25- وكذلك نموذج القاع الثنائي مع الشموع اليابانية 26- حيث توجد هنالك صفقة لتداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 27- نشاهد بأن مؤشر القوة النسبية يعرض علينا حالة تباعد وكذلك حالتين أخرين تمثلان شمعة النيزك أو الشهاب وشمعة السحابة القاتمة 27- إن حد الأسعار الأعلى لهذه الشمعة أكبر من حد الأسعار الأعلى للشمعة السابقة 28- كما أن سعر افتتاحها أعلى من سعر إغلاق الشمعة السابقة 29- مما نستنتج بأن شمعتنا قيد الدرس تعتبر بمثابة شمعة هابطة معتمدة وقوية جدا 30- إذا كان من المفترض أن تنخفض الأسعار إلى ما دون حد الأسعار الأتنى لهذه الشمعة فسوف نشاهد هبوطا بواقع 160 إلى 170 نقطة حيث تهوي الأسعار إلى عاتبة 1.6660 وهي ما زالت ميالة نحو السقوط في أحضان الهاوية توجد هناك حالة تمثل نموذج القاع الثنائي ضمن صفقة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي في إطار الفترة اليومية حيث نشاهد ظهور حالة تباعد كما تتكون شمعة البلاعة على القاع الأخير أيضا مما يرسل إشارة تشجع على الشراء فيمكن وضع حد جني الأرباح بواقع 200 نقطة أعلى سعر الدخول عندما تتمكن الأسعار من كسر حاجز خط الرقبة فإنه يتسنى للمتداول أن يختار حد جني الأرباح بواقع 400 نقطة أعلى منطقة الاختراق بينما ينبغي أخذ حد إيقاف الخسائر بعين الاعتبار أسفل حد الأسعار الأدنى للشمعة قايد المناقشة إن إجمالي حالتي حد جني الأرباح المذكورتين أعلى ينبغي أن يبلغ 600 نقطة أعلى سعر الدخول نود أن نشير إلى حالة أخرى تمثل نموذج القاع الثناء أيضا والذي يتكون على إثر اتجاه الأسعار الهابط حيث تشاهدون ظهور شمعة المطرقة الصاعدة بعد شمعة المطرقة الهابطة كما يظهر علينا نموذج شمعة الملقاط أيضا يتسنى للمتداول أن يصر أوامر التداول الرامية إلى الشراء بسعر دخول يقع أعلى شمعة المطرقة الصاعدة بحيث يختار حد جني الأرباح بواقع 131 نقطة أعلى سعر الدخول فيما أن حد إيقاف الخسائر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار بواقع 173 نقطة أسفل سعر الدخول يتسنى للمتداول أن يقوم بتطوير وتحسين أداء نموذج القمة الثنائية ونموذج القاع الثنائي عبر الاستعانة بمختلف الاستراتيجيات أو النماذج مثل مؤشر RSI وكذلك شوكة أندرو فضلا عن خطوط الدعم والمقاومة أفضل الأطر الزمنية التي تتأقلم مع فاعلية وكفاءة هذين النموذجين عبارة عن فترة أربع ساعات الفترة اليومية وكذلك الفترة الأسبوعية للمزيد من المعلومات المطلوبة حول المواضيع المطروحة للنقاش ضمن هذه الحلقة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة